تشجيعاً للمواهب الشابة حضر معنا اليوم المصمم المتقلق عبد الحنين نروح في فقرة جديدة اسمتها مواهب دائماً في نفس الحلقة حضر معنا اليوم الدكتور فؤاد زهرانيغ يكلمنا على الجفاف اللي ستعرفوا البلاد دينا هد السنة حضر معنا طبعاً الأستاذة خديجة روغاني في فقرة القانون وانتظروا كذلك نبضة قلب أنكتك حضر معنا فنانة شابة سنكتشفها بعد قليل مرحبا بكم في صباحية اليوم أستاذة خديجة روغاني صباح الخير صباح الورد سميرة ورمضان مبارك سعيد مرحباً عليك باش مرحباً نيسي إن شاء الله إذن اليوم قد نتكلمو على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي أكد وقال أنه حان الأوان وأوصى بمراجعة المدونة كيفاش؟ كيفاش أستاذة خديجة روغاني؟ هذا الموضوع دي المدونة الأسرة هو بتيهم شغل النساء تكيهم جميع أفراد الأسرة نساء رجال أطفال إلى غير ذلك وكل أي فرد داخل الأسرة إلا وكتطبق عليه مدونة الأسرة كنعرفوا بأن مدونة الأسرة يسترات في شهر فبراي سنة 2004 وكانت أنا داك يعني واحد طفرة كبيرة في المجال دي التحقيق العدالة الأسرية وكذلك التطور دي الحقوق النساء مقارنة مع قبل يعني بمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية اللي كانت قبل مدونة الآن قربنا نكملو عشرين سنة على تطبيق هاد مدونة الأسرة كان في المجتمع وخاصة وصل حركة النسائية جمعيات كثيرة وإتلافات وتحالفات لك تقول لك ودي خصنا المراجعة الشاملة دي المدونة الأسرة المجلس قصادي واجتماعي البيئي لليش حل مرة كرجع الرأي ديالو وهو واحد لها دستورية استيشارية جات في منصوص على في الدستور عنده واحد رأي استيشاري في المجالات اللي تتهمو اللي داخل في اختصاص تقدر تكون اقتصادية اجتماعية البيئية دار واحد استيطلع ديالرأي في المنصة ديالو اسميته وشارك شارك فاتقريبا شيء 1290 مشارك ومشاركة وضعوا أسئلة الخلاصات الأساسية اللي جات في تقرير ديالمجلس تيشاري كانت تناولات مواضع محددة اللي عندها علاقة بمدونة الأسرة الولاية على الأطفال مسألة ديالمدة اللي كي ياخدها التقاضي في مسترى ديالتطليق في المحكامة كذلك مسألة ديال الاموال اللي كيتم اكتسابها خلال العلاقة الزوجية وكذلك الاربع او خمس مواضيع اللي اساسية شنين النتائج؟ الولاية 80% شاركوا برأي ديال ان الولاية ستتولي مشتركة ما بين الأم والأب لأن الحضانة كتتعطل الأم ولكن كتنتزع منها الولاية القانونية على الأطفال كيلما تضرب عمو دونة الأسرة كتنص على أن المسؤولية على الأسرة هي مشتركة ما بين الزوجة والزوجة ولكن ما بين المساواة المسؤولية على الأسرة يجب أن يختلاف وخلال باقي تميز وهذا المجلس الاقتصادي واجتماعي ربط ما بين المساواة في الحقوق ما بين النساء والرجال ما بين ضرورة وهذه مسألة في غاية الأهمية خلق إطار قانوني منسجين ما تلقى المجلس الاستشاري؟ ما منسجين؟ منسجين من جهة مع الدستور الذي يجب المساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع الحقوق وكذلك مع التزامات مغرب الدولية لأن المغرب صدق للعديد من التفاقية الدولية التي تهم المرأة، تهم الحق الإنسان، تهم الطفل يعني العديد من المجالات وكذلك مع الواقع الواقع الذي في تطور عميق كانت تحولات مجتمعية عميقة التي توقع يجب أن نواكبه هذا الشيء وكذلك نواكبه يجب أن نواكبه يجب أن نواكبه ومنظومة قانوني منسجين أستاذة، من غير المواكبة نحن في برنامى صباحية الدولية ليس حال مرة لكي نتطلع على القوانين التي تصبح مدونات الأسرة مثلاً، تلقوا بزاف دي الثغارات و بزاف دي الغموض وماذا هذا التعديل هذا؟ سيملأ هذه الثغارات ويحيد علينا أن يزول علينا هذه الغموض هذا المجلس الاستشاري دار هذا الرأي من خلال هذا الاستطلاع لأنه يريد أن يرى التفهم المجتمع لهذه التحولات التي تعرف المجتمع وممكن أنها تنعاكس على رأيه في القانون وكيف يتصور القانون يتصور القانون الذي ينظم العلاقات داخل المجتمع بما فيها العلاقات الأسرية بحيث أن الناس ملكي ولي المجتمع نبض المجتمع كي يقول لك هؤلاء ما في المدونار ليس معقول 80% يقول لك بأن خاص الولاية على الأطفال تكون مشتركة كذلك واحد النسبة 48% يقول لك بأن خاص الوثيقة المتعلقة باقتسام الأموال التي يتم اقتسابها خلال العلاقة الزوجية تكون إلزامية إجبارية لا تبقى اختيارية 48% مثلا نسبة كبيرة 68% يقول لك خاص المنع لتزواج الطفلات أو ما يسمى بزواج القاصر في مدونات الأسرة لداره 60% 68% لا ولكن سميرة التي ترى هذا الرأي وفي نفس الوقت تأتي الواقع ترى مثلا تقارير وزارة العدل ترى 30 ألف ترى 30 ألف يعني في السنة لتزواج الطفلات ترى أن هناك خلال لا يوجد نسجان ما بين ما في القانون والمجتمع ما يريد تماما يقول لك النسبة الأعلى تقول لك بأن خاص المنع لا يبقى الاستثناء لا يبقى أخرى وهي المدة التي تأخذها الدعوة في المحكمة تتطلاق كانت نسبة مهمة 48% التي تقول لك بأن خاص المدة تكون ما بين شهر و ثلاث شهر تحكم الميلف تتطلاق واحد نسبة أقل منها قلت تكون ما بين ثلاث شهر و ثلاث شهر كانت تقريبا ما بين شهر و ثلاث شهر ما بين شهر و ثلاث شهر تتطلاق يتطلق مهمة طلاث شهر غير لا تكون نهائيا و أنا يتطلق في المواطنين و هذا تطلق مهمة ولا تتطلق يجبا بلغة و أكبر أن كيف تقرر هذه المراجعة؟ طبعا البرلمان ولكن كنا واحد مستارة فهذا تعديل القوانين إذا كان قانون جديد كليا تعديل جدري وكامل وشامل يجب أن تكون الحكومة تقدم بشروع قانون ولكن إذا كانت تغيب بعض الفصول أو بعض المقتضايات ممكن أي فريق برلماني يقدم مقترح داخل البرلمان وكيف يجب أن يكون صادق على المقترح؟ البرلمان طبعا ولكن المجلس الاقتصادي واجتماعي والبيئي ما قال لك؟ قال لك يجب أن نفتحه نقاش وطني كون هادي يكون رازين تشارك فيه يعني يقاع الهيئات اللي عنده علاقة بهذه المجالات المعنية اللي عنده علاقة بمجالات اللي كتدخل فيها مدونة الأسرة ولكن كيقول لك حان الوقت يعني بالنسبة المجلس الاقتصادي واجتماعي والبيئي كيقول لك بأنه صافي يعني سلومومو باش تكون هادلغي فوظم أستاذ عراء هالشي اللي خلاني لأنا تتقول لك تتقولي رحاسنا نديره وخاسنا نديره وحنا سنعرف المستارة هل تتأخذ الوقت عنا في المغرب واش هادشي غدي يخذ وقت طويل بدماش فينا المدونة الجديدة ولا ده بساميرا ده بساميرا احنا دولة ياك الدولة خذ كل هيئات ديالها والمؤسسات ديالها كتكامل وكتنساجم من أجل آش من أجل تحقيق واحد المشروع ديمقراطي حداتي هذا مشروع سياسي كبير الحكومات المتعاقبة الأحزاب السياسية مجتمع مدني مؤسسات دستورية كل شي وزارة كلها مسؤولة على تحقيق هذا المشروع المجتمع الديمقراطي الحداتي لماذا درنا نموذج تنموي جديد وكانت لجنة ملكية وعطيت تقرير تقرير أيضا كي يقول لك خس تعزيز المسار ديال المساوات يعني احنا داخلين في واحد المسار ديال المساوات ما بين النساء ورجال ما زال ما حققناه ولكن كي يقول لك خس تعزيز ديالها باش غدي نعزوها وبالزاف ديال الحويجان ما كنقوش غي القانون أبدا ولكن القانون أساسي وحنا يعني هذا لا يبغيك هذه هي خاصة بالقانون وكل ما يتعلق بالحقوق إذن غيكون غنكونوا يعني واحد تعارض ما بين ما بين هاد القوى السياسية والاقتصادية وغيرها الفاعلة كتكون كتعارض ما بينها وما كتكونش كتكامل إلا ما كانت كتسمع البعضياتها هاد المؤسسات دستورية كتكون رأيي استشاري الحكومة خصلت للتاقد كانت مراجعة شاميلة خص مشروع ديال القانون إحنا مش حله داو كنا نسمعه سيكون تدين ديالبعض المقتضيات ديال المدونات الأسرة وخاصة المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات كانت وزارة العدل كانت بغي تدير هتتدين دابا جهات أخرى و الجمعية الاسسائية المعنية لعندا مراكز و هي الاذن وهي القلب النابض المجتمع فيما يتعلق بما يقع داخل الأسر لأن هذا المجلس يشارك قلق بأن هذا الطول المساطر وهذا يعني سوء تطبيق هذا الفصل 40 فيما يتعلق باقتسام الأموال التي يتم راكمتها خلال العلاقة الزوجية وهذا الشيء من الولايات يجعل الجو متوتر داخل الأسر وهذا الشيء الموتوطر لا يتعلق من الضيواج لأنني لم يتعلق من الضيواج يملك العنف ولم يتعلق من الضيواج الجميل الآن ما نقلله بالقانون 123 أو 13 متعلق بمحاربة العنف ما نقلل ب القانون الجنائي والمستروج الجنائية ما نقلل بستراتيجية محاربة العنف ما نقلل باتفاقية حقوق الطفل لا تقضع عليك أشكال تمييز ضد المرأة وكيزيد كيضيف المجلس الاقتصادي واجتماعي والتقافي والبيئي كيقول لك بأنه كيكون العنف وبالتالي ما كان قدوش أننا نواجهه وكتولي المرأة كتحس بأن ما عندهاش الأمل القانوني والأمل القضائي والأمل الاقتصادي واجتماعي هذه مؤسسة وطنية ما زلكم كان مجتمع مدني وخاوة تأور معترف بيد السوريين بأدوار ديال وعنده مصدقيته طبعا مبالغة لأن عنده واحد المرجعية وخلفية وعنده واحد أهداء هذه مؤسسة ديالدولة مؤسسة دوستورية كتقول لك ديالنساء يشعر بأنه لا يوجد أمن قانوني في ضل هذه الأجواء وأمن قضائي بمعنى أمن قانوني قانوني يحمل حقوق يقرر المساواة أمن قضائي أنت في الأرض الواقع تتحسي بهذا الشيء ولا لا كنت تشوفي السيدات كون نهار في مكتب المحامد ديالك سيدات تتحسي بعد أن أرى هو بالمقرر معا قبل كين تطور أكيد مارمي كروش كين مشاكل 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 وكذلك تظن أن هذه المراجعة تخرج لحيث تنفيذ. شكرا لك. وحاولت أن تتغير لك. ولكن لم تنجح. كما تقول بأن المراجعة الشاملة المدونة الأسرة مستعجلة. لكي نعز نموذج تنمو الجديد وأننا نزيد الخطوة أساسية ومتميزة في الملائمة مع الدستور ومعا كذلك التزامات المغرب الدولية. وضحتا شكرا لك بزاف أستاذة خديجة الرغاني بقيم معنا لأن اليوم سأقترح على المشاهدين أول فقر من فقرات المصمم عبدالحنين الروح فقرات مواهيب. خليكم معنا. صباح الخير سعب الحنين. صباح الخير تاميرا. صباح الخير بضيفة دينا. إذن نذكر المشاهدين بأن الفقرة الجديدة فقرة مواهبية فقرة مخصصة للجنتانو. المواهب الصعيدة في كل مجالات اللي عندها على قمع الموضة تقدر تكون حقائب سبابت ديبيجول حويج بلدي رومي. هذك شي لاش سعب الحنين حضر معنا اليوم باش يقدم هذه الفقرة يقدمنا هذه الوجوه الجديدة لعدب ذا سولا معمر هذا السوط الفازة. وكذلك ينفعها بتوجيهات ديالو. شكون خساريتي لنا اليوم السعب الحنين. صباح الخير ساميرا كيف مع واعتكم كل أسبوع نجيبكم ضايف جديد. اللي عنده موهبة اليوم معنا انتصار بعيز. اللي هي من كازابلانكا والكينباكت خدم في مراكش. اللي لاحظت بانها عندها واحد البلوس. بقى بقى زوتر. بقى بقى زوتر. مرحبا بانتصار. مرحبا بك انتصار. مرحبا بك انتصار. مرحبا بك انتصار. ماذا هو هد البلوس لها؟ ماذا يتميز انتصار على باقي المواهب اللي تتشوفها يوميا؟ انتصار كتستعمل دي تكنيك اللي كان عيطرهم. إحنا لكي تجارب. وهذا اللي تار الإعجاب ديالي. هالتجارب اللي كتخدم بهم. سيدي تكنيك اللي احنا يكن عارفوهم. يعني نخلي. يمكن انتصار تهدرنا شوية على هاد. على هاد تجارب اللي دارت. باش وصلت له هاد الريزولتات اللي غنشوفوه في العرض اليوم. شكرا لكم على استضافات. شكرا لكم على استضافات. انتصار في عمري 24 سنة. حاليا كنتواجد في مدينة مراكوش. وسبريكو كنتستعمل الإكسperimentation. فلا بلو بار ديالي. ديالي دارت. وعليش كنتنختار الإكسperimentation. أما موسمة بالتجارب. حيتاش. احنا ككرياتور. لدينا بزاف ديال الطرق. باش نكري ونكري 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 ونكري. ومبارمي هالطرق. سواء كنمشيو من ديسان. سواء كمشيو من واحد القماش. ودك القماش كايدك. باش كتخرجوا واحد اللا بيس. سواء كتمشي على واحد اللا تيماتيك. كناخدو واحد اللا ستيل. واحد اللا ستيل. اللا ملانج بجوجهم. وكنشوفو شنو كيعتونا. كنين بزاف ديال الطرق. كنين بزاف ديال الطرق. كنحتاجوها الطرق كاملين. كنخدمو فيهم في دقة واحدة. كنستعملو للي روشارش. كنستعملو للا بارتي ديال. كنستعملو للا بارتي ديال. كنستعملو للا بارتي ديال. للا تفكير. بحالي شبنا سنرافد. قطعة الاولى. اللي جابتنا انتسار. ولي هو عبار عن تخنش. ولي تر الإيجاب ديالي. أدعاد اليسرى. كنترات تhtة الإجرادات. تعصيدوا على الطرق. وهو شيء مش مقلب. الاحتفال الظ nos più. وفي règle. ومعرفة طرق. ما رأسك بكراًك سنرافد. هادي ستي هاد لابيس كانت لابيس فوق تيال واحد لكولكسون اللي كانت سميتها داخل داخل لابيس كنت انسپيرا من قاعدة كشي اللي كيكون في الداخل ديالنا لكشي اللي شفنا فالانتريور ديال لتخانش كان واحد لتيسو اللي هو افيد ماتير اللي حتا هو خدمتو عبارة عن لفين بحال العروقة ولكن بدون فاسسون باب خمية دوغري صحيح ليJenون متاسك في عمل عرورة نشوفهم كيف وهنا هدنا في هاد لابيس هدو smelled headه اخدمتو كافي ديفيل وفالا اعني كل منت mij Little Brownmy هل هو من أجل تعمل؟ نحن أجل هذا لقد تعملها التي تعملها المماركة هذا هو مجموعة ساميرا لأنك لا تكون المستقبلة لهم المواطنين على المستقبلة تقولك صعب لا تنشوف لك أجل تقدمنا تقدمنا المستقبل تعمل المماركة نحن أجل نحن نحن بأن الفن يحتفى تصميم عنده رسالة ومغزى ويحمل معاني عميقة تكلمي لنا؟ بالنسبة لهذه اللبسة، بالنسبة له رجز هذا هو خدمة لعفظة البانيين نفس التكنيك ديال الدوم خدمتها بالساطين دوسوا والساطين دوسوا والساطين، ويقدموا تصميم المشاكل ويجعلوا تقصص الساكين دوسوا وتقدموا هذه اللبسة عبد الحلين، مع هذا الموحب الجديد وانتصار لا تشاهدون أن تصميم جديدا، أم لا تشاهدون مواد جديدة وتقنيات جديدة أما زائر بالسطور المغربي يمكن أن نعرف بأن السجدات في المنازل يعملون كيف يعملون يوم منتصار يمكننا أن نعمل نفس هذه الطريقة ولكن بالقومش تتكلموني عن الكب؟ هل تتكلموني عن الكب؟ هذه الكب هي صفة التي تمتلسها ونسيجها بالعمل ومن ثانيالي يبغي المنازل تتكلموني عن الكبير وبتعليق حماه نعمل هذه الكبير ماذا يأرمون ستكون ليس مراتبال اتتكلموني عن الكبير لذلك تتكلموني عن الكبير وحاولت أن يكون أكثر على المعارضة في المعارضة وهذا يوجد الفشل في الجبال يرون أن يأخذون الطابات التي تعملون من الأفضل لذا كانت هذه المعارضة جيدة ويجب أن نعطيك الانتصار بالنسبة للكاب والاعتساج لكي يكونوا أشياء خفيفة وعملية ويجب أن نعطيك الانتصار بالنسبة للمعارضة ولكننا نريد أن نرى هذا العمل في الحياة يومية في الحياة يومية هل تهدرنا على هذه القطعة؟ هذه القطعة هي بوشرويت مع أفلا دونتال أعتقد أن تأكد بوشرويت سيدات البادية ولكننا نرى الكثير من الألوان ويوجد أن تفعلون من الألوان ولكننا نرى الكثير من الألوان لكن يستخدمون الألوان للأمام يوجدون الألوان ومن الألوان يوجدون المناسب يوجدون الألوان والفكرة هي أنني خدمت البطروناج في النسيج والذي جانب في انتصار لأنك تستعمل لشتة الماتار نحن كاملين نحضر على الروسيكلاج وعيادة تدوير المواد وهذا ما أعجبني في انتصار أنا أكتشفت مواد جديدة اكتشفت تقنيات جديدة وكتشفت شابة مغربية تموحة بزاف وتبارك الله الأفكار ديالها قدرت تفرده ومشاسبه وحسن دبي شنو الخلاصة ديالك ساعد الحلق الرغ وشنو النصائح ديالك الانتصار خلاصة هي انتصار لستعملات مواد اللي كنشوفوها كل نهار وكتبعدنا واحد الميساج اللي هو امبورطة يمكن لكونسا يديالي يوم الانتصار كيفاش ندير نستعمل نفس هذي تكنيك في دي بيس اللي يمكن اي واحد يلبسهم كل نهار الله يجزي كبير عفاك ديالي مينا وانا كنتسمناه منك كوليكسون جديدة كون خفيفة وسهلة ان كل واحد كل مغربي يقدر يلبس ان شاء الله شكرا لك انتصار شكرا لك ساعد الحلق لخاف الاسبوع المقبل ان شاء الله مع موهبة اخرى اللحظة سنمشي عند الدكتور فؤاد زهراني بفقرة بيئة خليكم معنا الضغط المائي والجفاف اللي عرفته بلادنا هاد سنة تنظن بانها وانه وصل ارقام قياسية ما عرفناهاش من منذ الثمانينات وهذا راجع طبعا لتراجع حجم الأمطار وغيابها لأشهر دكتور فؤاد زهراني صباح النور صباح النور ساميرا ورمضان مبارك سعيد على جميع المواطنين اذا حال الوقت لربما اننا نتكلمه على كل ما هو ايكوجاس كل ما هو في صالح البيئة دينا باش نحاوله نحافظه على المياه المتبقية هاد الارقام او هاد المقدمة اللي قمت بها اليوم اللي ترحس هادابا كانت تتعني المغرب قبل ما تصب هاد الامطار الاخيرة او لا وخاص بات هاد الامطار الحمدولله اللي صبات بعدها ولكن وخاص بات يعني ما زال ما زال لان الارض كانت نقصها الماء وكانت ناشفة بزاف وما ننسوش باننا يعني ماشي هاد شي وليد الصدفة احنا رأي ديما تقارير دولية تتقول باننا احنا 22 عالميا في الاجهاد المائي احنا 12 على مستوى الشرق الاوسط ودول شمال افريقية ولكن الطين بزادة بالله والعلاج لان كانت النمود ديمغرافي كانت تغيرات المناخية فمثلا في الالف وتسعمية وستين كانت الحصة ديال المواطن من الماء لتلاف وخمسمائة متر مكعب يعني سنويا دبفت السنوات الاخيرة ما كملاش حتى سبعمائة يعني قل من سبعمائة متر مكعب سنويا علما بان الفقر المائي لحد دياله الف متر مكعب احنا راحنا فالفقر المائي قل منه بزاف اذا يعني هاد الشي ديال سنوات وتنشوفوا يعني كما في الصور هذه الصور جديدة هادو جديدة الحال ديال السودود الحال ديال الاراضي حين وصلين السودود دبا مع هذه التساقطات الاخيرة الى حين واحد وثلاثين مارس فكانت الحقين ديال الملء ديال السودود ثلاثة وثلاثين فاصلة تقريبا ربعة في المائة يعني مقارنة بالسنة المادية يعني نقصة بزاف يعني بلغة الارقام قد نقولوا واحد خمسة فاصلة ربعة مليار متر مكعب واو! علما بانه يعني هاد الحصة هدي كما قلت في تقديم ديال الكساميرا فهي مقارنة مع السنوات اللي فات فهي يعني حصة اللي قياسية ومع مرنا مش النعع يعني هدي مودة مش النعع بحال هاد الجافة فادا واجي دكتور فؤاد زهراني ندخلو لكل كوزينات المغربية وندخلو لكل بيوت المغربية واجي نرشدوا هاد السلوكات اللي سيقوموا بها المواطنين باش نحافظوا على المياه اللي بقع نتكلمين وانت نشوف واحد الصورة ديال هاد يعني أخطر حاجة او ما يكونوا عدنا لفويت وانا ما عارفين همش يعني مخبعين مع عارفين همش حل هزين شي سطل وكين عدنا قلت على الإشهار ديال خليت البزبوز محلول واتاك الإشهار ركن شي حاجة وبقى يعني احنا من صغر واتاك الإشهار فراسنا تنظروا على تسريبة تسامرة مثلا نغي إلى كل اقتراع تحت كل تانية فغنوصلوا لـ 18 ريطر في النهار 18 ريطر في النهار اللي ضيعة يعني 6500 لتر سنويا وحسب ها 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 هي قطيرة ها ها هي قطيرة كل قطرة يعني إلقنا بمعدل كل تانية إذن أولا خاصنا نتأكدوا بأنه خاصنا نتأكدوا يعني نمشوا ونراجعوا بالعداد منشوفوا مثلا جتنا واحد الفاتورة غالية نقدو نقولوا بأننا كنت سريبة هنا خاصنا نخذوا الأمور بجدية يعني ماش نقولوا ردنا عانية مكينش مشكلة تنشوفوا مثلا مبغيون ديروا الكوزينة قلتي الكوزينة وخصوصا في شهر رمضان مبغيون غسلوا الخضراء فتنشوفوا بأن الروبيني مطلق مبغيون غسلوا الأواني فالروبيني مطلق يعني بواحد الديبي يعني بواحد الصبيب اللي هو كثير ونقدرون تحكموا فات الصبيب من هذك ماشي مش شفايت من السوخص بعدها من اللبن بعدي الماء هي تنجل واحد حصار اللي تنقص من الضغط وتيخلي أن الصبيب ينقص نقدرون ديروغي في يعني في الروبيني كين واحد المسر اللي تيوزع الماء بواحد طريقة اللي متكافأة وتيخلي أن وخا يكون الصبيب قليل فتتكون يعني عدنا الكمية يعني كافية هذه الثانية جفاني كيفما نجفن اللي اللغسيل للتانية الشلال كانت في الاشهار هذه ذاك الاشهار ديال تستعمل الجوج ديال اسطلاة ولا جوج ديال الجفاني أنا لم أفقص هذه العادة هذه يعني رأى أحسن طريقة رأى كي ناس لتي تستعملوا الألة وكي ناس لي ولكن هالطريقة ديال نغسله في واحد اسطل ولا في واحد شفناء ونضيره تشلال في جفناء أخرى صالحة للغسيل ديال الأواني صالحة للتصبين صالحة الخضار رسال حال أي حاجة غنستعملوها في المنطبخ ديالنا. شو اللي تيبلك العادة الأسوأ عدنا في العادات ديالنا ديال الأسر المغربية اللي تيضيعوا في هالما بس. متين شوفوا الأسار مثلا وهدي تقريبا مشيغي في الأسر المغربية فكين خصوصا الدوش الحمام الميرحات ديك لعشاس دو غسيل ديال ديال المعن را عندي يعني قلبت على أرقام وشف تقريبا كل اكتيفيتتي في المنزل شحال تستهلكنا. لاشاس كين اللي تتمشي نا. ايه كين اللاشاس اللي تتمشي كين اللاشاس اللي تتمشي من ستحت ال 18 لتر يعني 18 لتر يوميا ندرينا بواحد المعدل ديال أننا مشيو المرحات ربعا ديال الخطرات يعني في النهار وشوف يشحال عدد ديال الأسر يعني قد تمشي من 18 حتى ال 40 ليطروا اللي غا تمشي في النهار في النهار تنشوف في الصورة مثلا متنبغين سقيوا اللي عندو مثلا شي حديقة صغيرة ولا فاكاللتي يزدك تيو ويبدأ يسقي ويصيق ويضيع في الماء وحاليا يعني في هذا الفطرات لا اللي يخليك تيش طب بالماء وتيش طب بالماء وهي فعود هذا يعني الاستاذة عدرات كذلك على لاشاس فانقدو ناخدو مثلا لاشاس دو نديرو فيه اما قرعها عمرها بالماء ولا واحد البريكا ولا واحد الحجم اللي تينقص من الحجم ديال كيمية اللي كينا فالشاس فهكدا يعني تنقصوا لأن تصوري ربعات الاخطرات استاذ الاخطرات يعني ها هاي واحد الععادة واحدة اخرى يتتخذ المبزدة كان غسيل السيارات غسيل السيارات فيعني كاريتا وده بل المشكيل ان هذه المشاريع ولا تتكتر عندنا في المدن ديالنا فلان الناس تتشوفها يعني مشاريع تتدرع اليوم الربح ولكن طريقة باش يتغسلوا السيارات والطرق باش يعني بتتستهلك بزاف دلماء لهذا حتل در هذا المشروع فيوك ولا تيقول لك غير المدن بير تيقول لك غير المدن بير ولا دي ادو والموش كلا ساميرا يعني كاينين ولكن لان تخص نصحوا هاد المفهوم ديال غير المدن بير حاصل نجوش للحواجهة ساميرا اه رزعوا لهدي ديال المدن بير ولكن نشوف مثلا في الدوش نقدو من ستين حتى الثمانين يترو هادي الى كان مثلا صبيب ديال ما بين عشرين تل ثلاثين الليتر في الدقيقة فنقدو نزوح تل مية تترو فهنا تنظرنا غير لتناش الليتر في الدقيقة هادا مثلا الامشي نستعملنا مثلا الحمام مثلا نظر الحمام يعني نعمر البنوار ان ترخافيها فهنا توصل حتى ما بين مية وخمسين حتى الميتين ليتر لي تتمشي وعاد لي تعمل البنوار ساميرا راتي تعملوا تترخاف عاتي استعمل الدوش باش يشللوا باش باش شرب قرية ولا فيلاش اكزاكتمو للأسف يعني كينين مثلا 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 استعملوا لاف فيسل فاللاف فيسل تهي يعني تتوصل حتى الثمانتاش ما بين خمستاش حتى العشرين نترو مثلا استعملوا مثلا المكينا دي الصابون تقد توصل حتى الستين نترو ما بين خمسة وثلاتين الناس غير خمسين الف حتى التمانين الف يطرق باش عمر واحد بيسين وتبرع به وخلي غاداك الماضي عم بعد حتى الناس يلداروا مليزي كوجاست يلداروا بحال هدلي بيسين كان يطرق انهم يبقى يعالجوا داك الماء يعني يديروا التدوير ديال داك الماء كان مضخات اللي تتعالج هذا الماء وما تتخليش يضيع. نغمال مو تكون هادش اللي تكون في بيسين وكل بزاف اللي ما تديروش راهد اول مشكلة نفر رجع الهادر اللي قلت يقبيلها شنية هي راهد المادية للبير غير المادية للبير غير المادية للبير صافي غا تضيعوا راهدك الماد البير انت ميت تنقصه من هاد البلاسة فتيمشي نقص للناس خرى من بلايس خرى لان الفرشة المائية تولي عليها واحد ضغط زيادة. هو خزان اللي اخديتي منه راهد ينقص. زيادة على الفلاحة زيادة على يعني هذا هو ملء ارقام اللي قلت لك شاص دورة قد وصلت الى 18 لتر يعني يليجينا نحسب وغيف المنزيل. ربما قدو نوصلوا الى 70 نترو لكل مواطن في النهار الى هادلز اكتيبيتي. واخد نرجع لعدد سيئة قلنا لاشا صدو قلنا لغسيل دي الماعين لغسيل دي الحوايج سياق توموبيلات شنو الحوايج اللي قدروي قدروي يعاونونا باش نحافظوا للمياد يعني. كما قلت لك باش نحافظوا المياه خاص بنادمي يرد البال. يرد البال اولا من اللي فويت كما قلنا. تسريبات هذه اللي اولا. اكتر بلاسات تستهلك الماء هي كما قلنا الميرحاط نديرها الطريقة اللي درنا باش نعمروا العشاص. الدوش الانسان يحاول احتمي بغي يدوش يعرف غي دك دي بي كما قلت ينقص ورسائل باش يعرف. لكن واحد الحاجة حيبة بزاف تهي تنذيروها تنسنوه المي سخن. وهذا كما يسخن وعمروا دك سطل. ونخلي نستعملوا لحاجة اخرى. عندك الصح. لان دك الماء تخلي بلان مطلوق واحد. شوف هاد الحال فهد الدرفية الراهينة الراهينة دابا. خسنا رجعوا للسطولة. تنظن بانا حسنا رجعوا للسطولة ما فيها باس. هادي يال بدي اشوف في رواقي لاربي ديرنا شي حكمة في هاد شي لان خسنا ردوا. لا الدعرة ما بغاش الله. الدعرة ما بغاها التأو احد. ماش يغي عند الماء يكون عندك الماء فخصك لانا المام عندوش تمان. ركب ما تنقول وتنعود ونقولها. را المواطن ما تيخلش القيمة دي الماء. تيخلص غير الخدمة باش وصلوا ل الماء للدار. وما الماء عندوش تمانا ساميرا. صحيح. ولكن عندو تمانا ريكون اغلق حاجة. ولا اغلق حاجة وقليلا في لان حياة او موت. را مسألة حياة او موت. كنين هذوك السلوكيات البسيطة جدا وليدتنا تنعلموهم لهم تومة تحكسنان المدايز. رجعوا الكويس دي الماء. هاد شي كنت لك في الحمام ولف يعني في المرحاض. الإنسان ما تيجي استعمل الماء فالرجل بغي يحسن تخلي الروبيني مطلوق. وتيضرف ذلك الماكينة الحسانة ويبدأ بما يض يعني الدري الصغير من يجي يغسل يعني تنفتحوا الروبيني. مش غير الدري. احنا للأسف لأن الدري اللي تشوفون احنا ما تنعطوش المتال. كون احنا نعطوهم المتال فمثلا باش نغسل ركاز كافي. وهد هد السلوكيات وهد اللي جزة الصغار في حلقة تأترو على الموضوع كامل. ساميرا را قلت لك في اللول النموذ الديمغرافي راح نتنكترو. والمن يعدنا را تيبقى. يعني احنا في الموضع دينا وفي الموقع دينا فديمة تكون تقريب النفس ترساقطات. حتى لما نقاشر ما تتزادش بزا. عدنا واحد الفرشة مائية اللي عليها ضغط. فزياد على المواطنين فكينا عدنا الفلحة. وللأسف كينا بزاف دي الأنواع دي الفلحة اللي تستهلكوا المبزة. وده با الموضع اللي ولا توقع المواطنين. ولو ترجعوا تاني اكتر يال اللي عنده الامكانيات تسكن يعني في البادية. فهنا تيديروا ديفار. وتيديروا يعني بيار. تيحفروا بيار. وتيبدأوا واحد الضغط على ديك الفرشة المائية. فإلى كنا نقصوا بعد غير من جهة وحدة. لأننا نتكلموا على فوي على واحد دار. نتكلموا على الأقل على واحد ربعا دي الناس. يعني الزوج والزوجة ولد النغيج وجود وليدات. يعني المعدل. فهنا نتكلموا إلى جناها كل واحد سبعين نترو. فغان ضربوها فاربعة. يعني. ثمانية وعشرين. مئتين وثمانين نترو. رغم ما سهلاش. ما سهلاش. في النهار. في النهار. في النهار. يعني. هذه هي الوقتة. باش ردوا البال. ونقولوا بأن. ذاك شليفت. فات. ولكن هذه الوقت هذه. خصنا. ما نتقاش نضيع الماء. ونحاولوا أننا نديروا فرصنا. راه داك الماء. اللي تنضيعوا. ربما يعطينا سمعانة في البلاد. وما عندهم. مش ديك الإمكانية باش يوصلهم للمال ديورهم. وفهد شي كامل. خصنا نوعاو بأننا في موسم جفاف. وأن عنا. ضغط. مائي. خصنا نفكر في. انطلاقا من البيوت دينا. من نحن. يا مسلوكيات دينا. كمواطنين. كمنولداتنا. باش نعاونو. أننا. ما نضيعوش. هذا الماء. ويبقى لنا. هذا المال لنا. ووليداتنا. وحتى وزير الداخلية. رسفت مذكرة الولاد. تيقول لهم. هذه المسائلها. تيقول لهم. ردوا البال. يعني. المسألة رهاجة دي. وخص حتى السلطات. تقوم بالعمل دينا. ميغا نشوف. واحد يضيع الماء. خصنا نهضر معه. لأن. داك الماء. ماشي غي دياله بوحده. وخي يكونوا عنده الإمكانيات. وباش يخلصوا. داك الماء. يعني. واحد اللي كنزموه اشتارك. واضح. شكرا لك دكتور فؤاد زهراني. نتلقوا بك الأسبوع المقبل بإني الله. اللحظة. غديمشوا. استقبلوا. فنانة دينا الشابة. سلما شنواني. خليكم. سلما شنواني. فنانة شابة. جاتنا من مدينة تنجا. مرحبا بك. وقالت مرحبا للا سلما. الله يبارك فيك. للا ساميرا. سلام الله عليكم ورحمته. من فتاة إن جاءتكم من تنجاة. كان بغي نقول لكم. شكرا على الترحيب. وشكرا الدزام. وكذلك العماليقة ديالها. ديال هاد البرنامج هذا. الناجح بامتياز. ورمضان مبارك. سعيد. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والرحمة والمغفرة. والعطق من النار. إن شاء الله يا ربي. ما شاء الله عليك يا ريح. تلك الكلام ديالك. تهوى كله الشعر. ما شاء الله. ربي حفظك. الله يجازي. أنا من الفان ديالك. ربي حفظك. مش حال هادي. الله يجازي. وتتعجبيني بزاق كيفاش تتحيي الحفلات. المهرجانات. الله يجازي. وآخرا كنت شفتك مع الحاج برادة. نعم. نعم. هنا في الضر بيدا. في الضر بيدا نعم. ما شاء الله. الله يجازي. أعطيتي واحد لمسة جديدة للأفراح. الله يجازي. صوت نسائي حاضر بقوة. الله يجازي. وتغني واحد لون رائع. قدمي لنا نفسك للناس الماء. في كنتي غابرة. وكيفاش تجاك هاد العشق ديال. جاء الإدن عن سيدة ربي دا بيشو صبح الله العالم. عندما كنت صغيرة. كان جيدا في حالي كنا 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 نضرق بيلاتي. كنت كندخل في ساعات المدرسة كنجبر مما. في الدار هيدا كنفتح كنشوف برنامج يصبح يدوزين كنتفاجر في صبح الله العالم. جاء الإدن عن سيدة ربي. بلي ما غادي كنغالسة معكم. مرحبا بك بنتي. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. لك أنا اللي في هنزل أنك تتقرأي. نعم. وفي نفس الوقت. نعم. أمبغالي طبعا. تتغني. واشهد الغناء جاء غير كهيوية. ولا بشي تقريتي. ولا كيفاش. دانك القيسة كيفما بدأت كيفما كنقول الإنسان بنو بيئاته بمعنى كل شي كيتأثر على شنو كيتربى به. أنا الوليد لي أستاد لغة العربية. والجد يالي كذلك الله يرحمه. ومحبي لكل ما له علاقة بالسماع المادح. لهذا الشيء كيتأعمل في الزوايا. لي بغيت نشر واحد النقطة لمعنى دهات الزوايا. لي بغيت نشر واحد النقطة لم يسمعوا الزوايا. الزوايا. سوضوا هذا المصطلح كيتسمعنا في الشامل. طنجة. تطوان. لي كيسحولون محدد المطاع فيه الطلبة. كيعملوا مثلا بهذا المصطلح هذا الزرداء. بعيدة كل البعد. الزوايا نقدروا نعتبره أنها مدرسة الأم بالزفد المسمعين. شغطوا مثلا إحنا في طنجة عنا. سعد البلقادي. سعد البلقادي. سعد تمساماني. يعني هذه المدرسة الأم ديالهم قبل ما يلتحقوا. هي الزوايا. هي الزوايا. فأنا بنت تحت للفرصة مع الواليد ديالا كنت كان مشي معاه. تعلمت العلام وتعلمت الأدب ديالك. طبعا كنهار كتحفظ شي جالا لا كنهار كتحفظ الحاجة. فقط المعهد الموسيقي التحق لك تترجم كل حاجة. شنو هي. طبعا في 2010. طبعا تتقلتي الموهبة ديالك. معدي مثلا أنا تنحيي فيك بعضها. والإصرار ديالك على أنك تكملي القرية ديالك. طبعا هذا كان الشرط ديال الواليد ديالي. وتقناع مع نفسي صراحة الإنسان ضروري. يكون عنده ديبلوم دياله. ومع الأخير الحاجة اللي مثلا ليك يرتح لها يعمل. لكن ديبلوم ضروري. إذا أعرفت أنت الشرحلية تفهمت لماذا أدبتني لك. وتبعتك بثاف. لأنا سنرى أنت تتغني. ماشي غير تتأدي. تتعيشي. تتعيش اللحظة. الروح. طبعا حتى أنا كنقول لهم الإنسان ينفتح على جميع المدارس. بمعنى أنا كنغني الشرقي. كنغني مثل أغني ديالك. طبعا. وإنما الروح. حتى عندها علاقة. عليش بيش تأثرت مي كونت في صغري. لاحظت كذلك بأن العوائل والأسر المغربية. ولو تلتج أول هاد النوع. عمل عنا. وليسي تسحي أعراس كذلك. جلسات نسوية. فكين طلب بلي على هاد النوع. هو هاد اللون هاد بخلال ديالي. أنني يعني كنعمل هاد طورات المغربي. طللت من نافذة الأفرح. يعني استغلت هاد اللون له هاد أنا كيعجبني. حتىش أنا اللون ديال اللي ديال الأعراس. كل ما له على قبصل على سيدنا محمد. يعني قريب من السماع الماضي. حتى إحنا عنا في الشامل ما يسمى بالعد الحنى. وهاد الكلام اللي كيينة في هذا العد الحنى. كل ما له على قبصل على سيدنا محمد. وطلع عبارات اللي كيكونوا اللي كنسمون وحنا هي بالعدات. كتقول وكتصلي على سيدنا محمد نعطيك. مثلا اكزمبل كين بداوا باسم الله. نعلو الشيطان. ونعلو الشيطان وخزيوه. والرد ديالك تكون اللهم صالي وسلم عليه. وانه هاد الجملة هاد من الصغر ديالي. كنت كنسمع الجدات والأمهات ولا. الناس كيردوها كتشكني. فصبح الله العظيم. تشكنك يعني بتتبورشك. قبل ما يكون الصوت. صبح الله الكلام. حتك تعيش مع ذيك الروح ديال ديالك. لا 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 لا. لبيني انا فشنشوفك. ما شاء الله عليك تتغمد عينيك. وتتعيش مع الكلمات ديالك. ما كان هناك جزء مم عندك شيء. شيء مقيد تعبه. بشيفهموا المشاهدي اللي ما تعرفوش. نعم. طبعا تبارك الله ونصيد ديالك في المغرب كامل. اللي ما تعرفوش شيء تعرفو عليك أكثر. تفضل. دونك غدي ناخد غير هاي الدوعة. حتك تبارك الله كياخد. يعني وقت نعم. وصال لي وغلى محمد. صال لي وغليه. ولي ما ذكر محمد. لا خير فيه. ولا خير فيه يا لله. لا خير فيه. ما شاء الله عليك. سلامة. ما شاء الله عليك. تبارك الله عليك. الله يجزي. أريد أن أقول لك يعني. وأنا تنشوفك وانتي تتحيل حفلات. يعني ظهر لي بأنني بحلي عندك تجربة كبيرة. واني قديمة في الميدان. تنحس بك مرتاحة في أخلاستان. مرتاحة وانتي تتأدي. وش هاتش من الجاي وش من نوعية الغناء اللي تتقدمي. لأنه روحاني. نعم. ولا تتقى في النفس. ولا التجربة ديالك. ولا الدراسة ديالك. صراحة هذه بالنسبة للتجربة. ما غني شي سمية شي تجربة كبيرة. حينا الحمد لله عد قولنا بسم الله. ولكن دجا عندي مشاركة بعدها في المهرجانات. يعني أنا أول فرقة التحقت ليلى. فرقة أريج برئاسة الأستاذ محمد لطفي الخمال. فرقة أريج نسوية. كانت معنا عابير العباد وأستاذ عواطف ما إلى ذلك. وكذلك فرقة ديال أستاذ محمد العروسي. اللي أنا صراحة كان عندي واحد الميزة كانوا يحسبوني في حال بنتهم. بمعنى هذه الفرصة اللي اتحت لي. مع العلاقة اللي ربطتني بي ومشي كتشفوا موهبة هيدا. لا بحكم أصديقاء للوليد ديالي. وكذلك كنت شاركت مع المجموعة الوطنية السماع المادية. برئاسة الأستاذ علي ربحي. كانت في 2010. فبهذا التجارب هذا. وبعيدا عن الشخصيات السلمة. يعني في المدرسة في أي حاجة معروفة علي. يعني. سوسيال. تجميني نظار. سوسيال صوت رائع. الله يجازي. أداء أرواح. الله يجازي. صورة ما شاء الله. مشاركة للمغرب. عيني اللحبة. نتنبأوا لك بمستقبل رائع. إن شاء الله عقلوا على هذا الإنسان. سلمة شنواني. رب حقكم. سلمة شنواني. سلمة شنواني. إن شاء الله في المستقبل القريب. كسر من اللي ديراه دابا. سلمة نشكرك بززاف. الله يجازي. شارف ليلي. أول نبدة قلب في هذه الموسم الجديدة. شارف ليلي. كانت بكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالحدود سلمة شنواني. وشف يعني. إحنا دبعا في ديك العرس المغربي دينا. في أي حلة دي. عفو الإطلالة دي العارس. الأنشو دالي كتغنى أو القطعة. كل ما له على قبصل على سيدنا محمد. مش كي يحميها من العين. وكان دعولا إن شاء الله بالتسير وبالربع. والإنسان دائما يبدال أي خطوة دياله يصلي على سيدنا محمد. مش ربي يهيأ له يصر الأمور ديال. إن شاء الله. إن شاء الله عليك سلمة نشوفوك عم مقاري. إن شاء الله بالجديد. أمين يا ربي. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. دبعا كانت العمل دي الأول هو فيديو كليب. عبارة عن هيدا غير صغارين. كان حاولت موصل هاد العد الحنا. عملتو. ودبعا إن شاء الله في الأسبوع الأول ديال. ما بقى قد مافت إن شاء الله يا ربي. ورجلنا به إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شارف ليلي. شارف ليلي. شارف ليلي. سلمة شنواني. شكرا لك على سلبيت داودين برنامج اليوم. وشاهدين أغدا غدي نتلقا معكم. وفقرة حمية مع الدكتورة مع سيدة مريا بنجلون. غدي تحضر لنا مملاحة صحية خاصة بشهر رمضان. كيف أوقف دائرة الناس السلبيين من حولي الجواب في فقرة. للأحسن مع مونة الصباحية. الكل والمزيد الصباحية الدزام. نهاركم بروكو سيمكم قبول. ما يمكنش نودعوكم بلما نسمعوه. ونختموه هذه الحلقة المميزة بصوت سلمة الشنواني. إلى اللقاء. صلى الله على محمد وعلى ألي وسلم صلى الله على محمد وعلى ألي وسلم يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحاملك بمحمد بحاملك بمحمد رب سماهناك رب سماهناك